السلام عليكم ورحمة الله إخواني أخوات الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة ودائما في إطار تقديم نصائح وإرشادات وكأذق علاج الأمراض وتقديم حلود سهلة وبسيطة لكل المشاكل المتعلقة بطائر الكناري موضوع حلقة يوم إن شاء الله سيكون حول أحد الخضروات التي يجب تقديمها للطيور وهو الملفوف سنتعرف عن فوائده وطرق تقديمه وإذا كنت يا أخي أول مرة تزور قناة الطيور نرجو الاشتراك فيها وتفعيل جرس تنبيات ليصلك كل جديد بإذن الله نلتقي بعد مقدمة الفيديو فرجة ممتعة إذن يا إخواني أخواتي فالملفوف يعتبر من بين الخضروات الغنية بالعديد من الفيتامينات الفيتامين A والفيتامين C وأيضا غني بالألياف المائية التي تزود جسم الطائر بالماء والعناصر المعدنية كالكالسيوم الذي يوجد في الملفوف بنسبة مهمة والذي يساعد الطيور في مرحلة غيار ريش بنمو جذور ريش قوية ويقاوم هشاشة العظام عند الفرخ الصغيرة وأيضا من فوائد ملفوف هو معالجة الإمساك عند الطيور إذ يساعد القراز على الخروج بكل سهولة أكرمكم الله يعني نسبة الماء التي يحتوي عليها الملفوف تعطي للجسم الطائر نشاطه حيوية وتقيه من عدة أمراض وأيضا يعتبر مداد حيوي طبيعي لأنه يحتوي على مادة قاتلة للبكتيريا كانت هذه بعض ثوائل الملفوف والقيمة الغذائية التي يحتوي عليها أما الآن ننتقل إلى طرق تقديمي وهناك طريقتين في التقديم لكن أول شيء نقوم به هو غسل الملفوف جيدا من الأوساخ والمبيدات العالقة به لحماية الطيور من أي أمراض الطريقة الأولى هي أخذ ورق الملفوف كما تشاهدون في الفيديو نقوم بتحليقه في القفص هكذا أو نضعه هنا ونعلقه في القفص أما الطريقة الثانية وهي تقطيع الملفوف إلى قطع صغيرة ووضعه في المعلف الذي يوجد في القفص أما بخصوص مدة التقديم هي 24 ساحق وفي مرحلة غيار الريش نقدمه مرة في الأسبوع أما في مرحلة تجهيز مرتين في الأسبوع وفي مرحلة الراحق مرة في عشرة أيام أما في مرحلة الحضن مرة في 15 يوم وفي مرحلة الفقص مرتين في 15 يوم إذن يا إخواني أخواتي هذا ما كان بخصوص ملفوف أتمنى أن تدرجوه ضمن برنامجكم الغدائي لأنه جد مفيد للطيور في جميع مراحل حياتها وصلنا لنهاية حلقة اليوم المرجو الدعم مقطع بالتقطع لزر الإعجاب دمتم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم